بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وآتيناه من كل شيء سبب صدق الله العلي العظيم إن حكمة الله سبحانه وتعالى تعلقت بأن يجري الأمور عبر أسبابها والله سبحانه وتعالى على أن يخلق الأشياء من غير مقدمات كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام من غير أبوين وخلق عيسى من غير أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كم فيكون ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون كل شيء إلا ما استثني عن طريق أسبابه الله كان قادرا وهو قادر على أن يخلق السماوات والأرض ومثلهم في لحظة واحدة بل أقل من لحظة واحدة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن الحكمة اقتضت بأن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام ستة مراحل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادة إذن الله سبحانه وتعالى قادر لكن حكيم أيضا الآن نحن نتمكن من فعل كثير من الأمور لكن لا نفعلها إما لقبحها وإما لعدم المصلحة فيها الله قادر ولكن حكيم الله رازق لكن حكيم أيضا وهكذا وهذه الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمور على نوعين أسباب ظاهرية وأسباب واقعية الأسباب الواقعية هي الأسباب الغيبية والغيب مهيمن على الشهود يعني مثلا إذا أردنا أن يوجد إنسان السبب الطبيعي أن يكون هناك رجل وامرأة يتزوجان وبعد فترة يرزقان بولد هذا الولد جاء عبر الوسيلة الطبيعية وهو الزواج وبمرور مراحل مختلفة يتكون فيها الجنين إلى أن يولد لكن السبب الواقعي أن الله هو الذي خلقه حينما الإنسان يموت السبب الظاهري للموت نفرض مثلا توقف القلب نفرض حادث سير نفرض تفجير نفرض قاتل لكن السبب الواقعي أن الله سبحانه وتعالى توفى هذا الميت متزامنا مع السبب الظاهري الله يتوفى الأنفس حين موتها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا لأن الناس يختلفون أكو ناس أعوان ملك الموت يقبضون أرواحهم مو هو ملك الموت يرسل أعوانه أكو ناس ملك الموت نفسه يجي ويقبض أرواحهم وأكو ناس الله سبحانه وتعالى مباشرة هو بدون واسطة يقبض أرواحهم الأنبياء الأئمة زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إذا قتل في طريق الزيارة هذا ملك الموت ما يقبض روحه الله يقبض روحه مباشرة وهناك في الروايات تفصيل بيهس خارج عن موضوعنا فالسبب الظاهري موجود لكن السبب الواقعي متزامناً مع هذا السبب الظاهري ولذلك عندما السبب الواقعي لا يكون موجود ما يصير موت أهل جهنم هم في جهنم بعظمهم ولحمهم وجلدهم لأن المعاد جسماني بلا قادرين على أن نسوي بنانه ونار جهنم نار مهولة جداً بحيث أنه في بعض الروايات إذا شرارة شرارة من نار جهنم أصابت الدنيا أحرقتها حولتها إلى رماد مزيلاً؟ هذا الإنسان بعظمه ولحمه وجلده في نار جهنم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت أي آية قرآنية يعني يتحول إلى رماد ما يموت لماذا؟ لأن السبب الظاهري للموت موجود لكن السبب الواقعي وهو أن الله يتوفى ما موجود زين الله سبحانه وتعالى حكمته اقتلت أن يكون أسباب ظاهرية وهناك أسباب واقعية غيبية كلفنا احنا بالسير في الأسباب الظاهرية وتخلي الأمور الواقعية على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا أنت تجلس في البيت وما تشتغل وما تروح تطلب رزقك الله ما يرزقك الرزق من الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا السبب الواقعي لكن السبب الظاهري عليك أن تؤدي تروح تشتغل والله سبحانه وتعالى حسب حكمته وحسب المصلحة وحسب ما يشاء يرزقك أما إذا تواكلت وجلست ولم تعمل بالأسباب الظاهرية الله سبحانه وتعالى هم يرتب السبب الواقعي إذا ما تزوجت الله ما يرزقك ولد إذا ما اشتغلت الله سبحانه وتعالى عادة ما يرزقك مال إذا ما درست الله لا يرزقك العلم إذا واحد يقول أنا أجلس في الدار ومن الصباح إلى المساء أتعبد وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني العلم الله يقول هذا العلم لدني خاص بالأنبياء والأئمة الله يرزقهم العلم لدني بدون طلب بدون دراسة لكن إحنا مو أنبياء مو أئمة فسا كل من أولياء الله لازم تدرس حتى توصل إلى درجة من العلم علماؤنا الكبار شلون صار عالم شبير راح درس قضى عمره في العلم ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب اللآلي أي يهيئ ما عنده الله يقذف العلم في قلبه ولكن العلم نور يقذفه الله في قلبه من يشاء وهكذا في جميع الأمور الطبيعية هذا قسم من الأمور القسم الآخر من الأمور الله سبحانه وتعالى جعل لدينه طريقا الله سبحانه وتعالى كان يتمكن وهو يتمكن بأن يفيض هذا الدين ومعرفة الدين في قلب كل أحد كما أوحى إلى الأنبياء كما أوحى إلى أم موسى كما أوحى إلى النحل في أمور أخرى كان يمكن أن يوحي لكل واحد مننا العلم في قلبه الدين في قلبه لكن لا الله خلى طريق طبيعي لذلك الطريق الطبيعي شنو هو؟ الرسل الله أرسل الرسل وأنزل الكتب هذا الرسول الواسطة بين الله وبين الناس لتلقي الدين وبعد الرسل أوصياء الرسل رسول الإسلام صلى الله عليه وآله محمد الله صلى الله عليه وآله وآله محمد الله اصطفاه واختاره لرسالته وبعد الرسول الأئمة ومن يوم أن خلق الله آدم إلى يوم انقضاء هذا العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حجة الله موجودة آدم أول حجة لله لذلك في الرواية الخليفة قبل الخليقة وإلى اليوم اللي الله سبحانه وتعالى يشاء أن ينهي هذا العالم الخليفة يعني خليفة الله على الأرض موجود إذا مات سابق يجي لاحق ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها في تأويل الآية أنه إذا مات إمام يجي إمام بداله ماكو أنه إمام يموت والأرض تبقى خالية من الحجة لو للحجة لساخة الأرض بأهلها فالأنبياء هذا الطريق الطبيعي للدين وبعد الأنبياء الأوصياء وبعد الأوصياء يعني في زمان الغيبة العلماء الربانيون يكون عالم ويكون رباني يعني متقي وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه يعني في مسائل الدين يراجعوا هذا الطريق الطبيعي اللي الله خلى ماكو طريق آخر في المسائل الأخرى ماكو طريق آخر في مسائل الدين ماكو طريق آخر والله مخلي الباب مفتوح الأئمة معينهم الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي ماكو واحد آخر هذا تعين من الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ما ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما هو كان نبي بس ما كان إمام لأن النبوة لأن الإمامة منصب فوق منصب النبوة إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي رغب في ذلك لأنه منصب جدا عظيم ومن ذريتي أنا أحب أن ذريتي تكون مؤمنة متقية صالحة كل واحد من عندنا يحب ذلك فرغب أن يكون فرغب أن يكون في ذريته الأئمة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الله دا يقول عهدي مو عهدكم هذا مو ببيعتكم مو باختياركم هذا عهدي لا ينال عهدي الظالمين على كل حال فالإمام عهد من الله سبحانه وتعالى هذا بالتعيين أما أنه واحد يريد يكون من العلماء الربانين الطريق مفتوح أي واحد يروح يدرس ويتقي ويوصل إلى درجة من العلم أيا كان ما إلا فرق لذا إحنا عدنا الآن كثير من العلماء في طول تاريخنا من كبار العلماء أبو كان مزارع أصلا بعضهم أبوهم كانوا كفار أسلموا بعضهم أبوهم كانوا من المخالفين واستبصروا وبعضهم آباؤهم لا ذكر لهم ناس عاديين جدا كانوا زيان هذا راح درس اتقى الله سبحانه وتعالى أفاض عليه العلم وجعله طريقا طريق آخر لكسب الدين ما عدنا العالم الرباني هم من جيبة ما يطلع الحجي لازم يراجع إلى القرآن وإلى سنة الرسول وسيرة أهل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام الرأي ما عدنا واحد من كيفه يقول عجبني هذا الشي ما يصير إذا واحد قال عجبني هذا الشي وأفتى بذلك من جيبة هذا يصير فاسق أصلا أفتى بغير علم لا يجوز اتباعه فعلى كل حال العالم الرباني ما عدنا طريق آخر تريد تكسب الدين هذا الطريق الآن الآن مش تهر هو يصير وبعض الناس لجهلهم يتخذون طرق أخرى فيضلون ويضلون يقول بالطيف شايف الله سبحانه وتعالى لم يجعل الرؤيات سببا وطريقا لدينه لماذا لأنه إحنا مو أنبياء إحنا مو أئمة الأنبياء والأئمة الشيطان ما إلى سلطة عليهم وما عنده سلطة على أرواحهم لذا النبي أو الإمام إذا شاف رؤيا فهذه رؤيا صادقة مئة بالمئة لذلك الرؤيا جزء من أربعين جزء من النبوة إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ما تؤمر لكن نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشيطان ليس له سيطرة عليه لا يتمكن الشيطان من خداعه لكن إحنا الله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك لذلك قد نرى رؤيا هذه الرؤيا تكون رؤيا صادقة وقد نرى رؤيا تكون أضغاث أحلام رؤيا كاذبة زين إذا هذا الشيء اللي إحنا شفناه بالرؤيا كان من الشيطان وأنا أتصور أنه من الرحمن فدين دين الله سبحانه وتعالى كان يصير تلاعب به والشيطان يجي في رؤيا هذا وذاك وذاك يقول له صلاة الصبح مواجبة الحجاب مواجب ما أدري كذا كذا ودين الله كان يصير تلاعب به الشيطان يتلاعب دين الله والله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان طريقا لكي يتلاعب بدينه لذلك ما جعل هذا حج بين قوسين الإنسان مركب من روح وجسد الجسد جسم الإنسان يعني جسم الإنسان لأن الجسد الجسم بعد الموت يسمى جسدا جسم الإنسان إلى قواء إدراك خمسة الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة مزين لذلك إذا واحد يكون فاقد لإحدى هذه الوسائل يعني واحد مثلا الله سبحانه وتعالى خلقه أكمه يعني لا يرى منذ الولادة هذا أصلا ما يدرك معنى الألوان إذا فد واحد أعمى بالولادة أنت تريد تشرح لللون شنو معنى أصلا ما يفتهم كل ما شرحت له لا يدرك ذلك لأن هذه الأمور تدرك ولا توصف تكون واحد من أصدقائنا كان فاقد لقوة الشم يعني منذ الولادة ما عنده هذه الحاسة حاسة الشم فهو في مرة قال قال أنا تقولون ريحة ما أدري شنو معنى الريحة ما أفكر ريحة يعني شنو ما أتصور هذا إيه قاري بالرواية أن للجنة رائحة تشم من مسيرة خمسمائة عام الله سبحانه وتعالى حرمها على بعض الناس من أصحاب بعض الظنوب يقول هاي أقراها بس شنو معناها ما أفتهمها هذه بالنسبة إلى حواس الإنسان في جسمه روح الإنسان إلها قوى إدراك أقوى من قوى إدراك جسم الإنسان هاي روح الإنسان لكن المصلحة اقتضت أن قوى إدراك الروح يكون عليها غطاء مثل واحد بصير تشد عينه هذا ما راح يشوف عند القوة لكن أكو غطاء لا يتمكن من الرؤية لماذا؟ لا لفقدانه للبصر وإنما لوجود غطاء على البصر فروح الإنسان على قواها المدركة أكو غطاء فلذلك الروح مع وجود تلك القوى المدركة لا تدرك لوجود الغطاء لأن إذا هذا الغطاء ما كان وروح الإنسان كانت ترى الأمور الغيبية كان يبطل الامتحان في الآية الشريفة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يعني شنو إن جهنم لمحيطة بالكافرين بعض المفسرين يقولون أنه جهنم هذا الكافر اللي الآن قدامي جالس مثلاً أو في بلاده جالس هذا الآن نار جهنم تحيط بروحه بس ما يشعر لماذا؟ لأن قوى الإدراك عليه غطاء مثل الأفرد واحد ضار ببنج هذا اللي ضار ببنج إذا أنت بإبرة تخزئ الوخزة لا يشعر بها لماذا؟ لأنه أكو بنج خلي إيده بالنار لا يشعر لأنه أكو بنج في العملية الجراحية يشق بطنه يشق بطنه مثلاً زيان؟ ويستخرج قلبه في عملية القلب وكذا وكذا لا يشعر بذلك ليش؟ لأنه أكو بنج روح الكافر أيضاً جهنم محيطة به بس ما يشعر لأنه أكو غطاء له هذا الغطاء ما كان كان واحد يصير كافر؟ لا إذا أنت أعلان مخلين فالسلاح على رأسك افعل كذا وإلا نقتلك أكيد تفعل إذا الكافر يشوف جهنم ويحترق بجهنم قطعاً يؤمن هنا فلأجل مصلحة الامتحان أكو غطاء على روح الإنسان هذا الغطاء متى يرفع في حالتين الحالة الأولى اللي رفع الغطاء يكون رفع كامل حالة الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديد يعني حاد هذا اللي ديموت الآن قدامنا هذا الآن ديشوف ملك الموت ديشوف رسول الله صلى الله عليه وآله ديشوف أمير المؤمنين لأنه ما من إنسان يموت إلا وفي لحظة الاحتضار يحضره أمير المؤمنين ورسول الله فإن كان مؤمناً فيبشرانه بالجنة وإن كان كافراً فيبشرانه بالنار لذا دي تلك الآية لهم البشرة في الحياة الدنيا شنو هاي البشرة قبل ما يموت بلحظات رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين يبشرانه بالجنة زيان والإذا أكو في بعض الروايات تشوف المحتضر المؤمن تدمع عينه لما يسمعه من البشارة يشوف الجنة يشوف النار يشوف الشياطين يشوف الشياطين في لحظة الموت وما بعد الموت ليش؟ لأن الغطاء ارتفع عن روحه رفع عن روحه هذا رفع الغطاء كامل هناك حالة أخرى وهي حالة النوم أيضاً الغطاء يرفع لكن بشكل جزئي ليش؟ لأنه في حالة النوم الروح تنفصل بشكل جزئي عن البدن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها لذا الطيف اللي إحنا نشوفه شنو هو هذا الطيف؟ هذا الغطاء اللي كان على الروح بسبب انفصالها الجزئي هذا الغطاء جزئياً يرتفع فالإنسان في تلك الحالة روحه الإنسان ترى بعضاً من الحقائق هاي الرؤية الصادقة وبعض الأحيان الشيطان يجيب صور مزورة فالروح ترى تلك الصور المزورة هي أضغاث أحلام الأضغاث الأحلام شنو هو من فعل الشيطان صور مزورة إحنا الآن بعض الأحيان نشوف صورة حقيقية وبعض الأحيان نشوف صورة مزورة بعض الأحيان ما نقدرها منميز بين الحقيقة والتزوير فاروحه الإنسان كذلك تشوف صور حقيقية وتشوف صور مزورة زين الآن شلون أميز أن هذا هو حقيقة له هذا تزوير من الشيطان إلقاء من الشيطان ما عندي طريقة الشيطان يريد يفعل هذا الفعل بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء من الأئمة لكن لا يتمكن لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل له هذه السلطة لكن هذا بالنسبة لنا ما موجود أنا الطيف اللي دعي أشوفه هذا الطيف حقيقة رحماني لو طيف شيطاني زين الاحتلام شنو هو رؤية شيطانية طبعا في القرآن إذا الرؤية صادقة يعبر عنها بالرؤية وإذا شيطانية يعبر عنها بالحلم نحن نقول أحلام بس هو في أصل اللغة الأحلام يعني الأضغاث الطيف اللي باطل هذا هو الحلم بس إذا هو حق رؤية لذلك بالنسبة إلى رؤية الأنبياء في القرآن جاي كلمة الرؤية رؤية الملك في قضية يوسف قالوا أضغاثوا أحلام ما قالوا لأضغاثوا رؤية هو يقول أرى يعني أشوفها صادقة قالوا أضغاث أحلام زين فإذن الله سبحانه وتعالى ما جعل الرؤية طريق لدينه حتى الشيطان لا يكون إلى طريق للتحريف للخداع وهذا أولا الشيء الثاني أكو ناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى يجي يكذب يقول الآن البارحة شفت رسول الله بالمنام قال لي أنه صلاة الصباح بعد مواجبة شفت رسول الله في المنام قال لي فلان عادل شفت رسول الله في المنام قال فلان هو نائب الإمام المهدي ويكذب على الناس والناس كثير منهم بسطاء ينخدعون بهذه الأمور ويتبعون زين الله سبحانه وتعالى جعل السبب الرسول الإمام بعد الرسول وفي زمن غيبة الإمام عالم رباني شرطيا عالم رباني لذا في الحديث الشريف إذا مات المؤمن الفقيه مؤمن وفقيه ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء وفي حديث آخر أنه ما من شيء أكثر سرور لإبليس وجنوده من موت عالم لأن العلماء هم في التغر الذي يلي إبليس وعفاريته نشايفين حدود في حال القتال على الحدود هناك ناس يحفظون الحدود الحدود تسمى التغر لأنه المكان الذي يهجم منه الأعداء العلماء في التغر الذي يلي إبليس وعفاريته ذولا يردون يدخلون إبليس وعفاريته يهجمون على عقائد الناس ذولا موجودين في هذا التغر يدافعون عن الدين فلذلك إذا سمعت أن فلان هو الإمام المهدي أو فلان وكيل الإمام المهدي أو فلان ابن الإمام المهدي أو فلان كذا شنو الدليل؟ شايفين طيف فاعلم بأن الذي يستدل يستدل في دينه مرة بعنوان بشارة بعنوان قصة كذا ما يخالف زين مرة لا استدلال الدين بالرؤية فاعلم بأنه مخادع ويريد أن يسلب الناس دينهم كلكم تذكرون هاي القضية اللي صارت في منطقة الزرقة الزرقة قرب النجف الأشرف ناس مساكين بسطاء خضعوا برجل يقول أنا الإمام المهدي أنا همشفت جريدته زين ومخلي صورته وأنه هو الإمام المهدي وهو ابن فاطمة الزارة وهو ابن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في جريدته كان مكتوب زين اللي اتبعوا منو كانوا ناس بسطاء خدعوا به انخدعوا ماكو بعض الأحيان ناس خبثاء يدورون دنيا وبعض الأحيان أكو ناس بسطاء ينخدعون لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حول الخوارج يقول لا تقاتلوا الخوارج من بعدي أن عمله باطل ولكن كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الخطبة الشقشقية كأنهم فلما نهضت بالآمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين بلى والله سمعوها ووعوها يعني افتهموها ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها أما والذي فلق الحب وبرأ النسم لولا حضور الحاضر وقيام الحج بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء اللا يقار على كذة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها يعني الدنيا مت في دنيا يعني لا أطلب دنيا يعني أطلب الحق إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا إن دنياكم هذه دنياكم أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم العراق بضم العين بمعنى العظم الذي لم يبق فيه لحم هذا يسمى العراق كما يقول ابن أبو الحديد في شر نهج البلاغة عظم خنزير ما بلحم وبإيد منه وبإيد مجذوم اللي مبتلى بداء الجذام هذا شلون مقزز إن دنياكم هذه أهون عندي من عراق خنزير في يدي مجذوم زين معاوية كان يطلب الباطل فوصل إلى الباطل الذي يريده ذول الخوارج المساكين الذين خسروا الدنيا والآخرة كانوا يطلبون الحق ما كانوا يطلبون الباطل ثمcn السمع علينا بكبارهم لا عوامهم كانوا يطلبون الحق لكن أخطئوا طريق الحق طريق الحق هو أمير المؤمنين مو طريق الحق غتال أمير المؤمنين وتكفير أمير المؤمنين أخطئوا طريق الحق فخسروا الدنيا والآخرة الدنيا أنه في النهروان قتلوا والآخرة هم واضح وَبغض أمير المؤمنين في الدرك الأسفل من النار هذا واضح زين استشاهد أنه الجماعة الذين انخدعوا بهذا المدعي للمهدوية زين وقاتلوا لأجله وقتلوا خسروا الدنيا والآخرة أما الدنيا فبقتلهم وأما الآخرة واحد عقيدة تكون غير صحيحة هذا من أهل النار شنو السبب في ذلك الجهن وشلون خدعهم بطيف وبقضية ومن نامناك أكاذيب خدعوا فالمساكين خدعوا فخسروا الدنيا والآخرة وكان واحد من أصدقائنا الآن موجود في كرولاء المقدس من المشايخ الله يحفظه كان رايح إلى إحدى القرى اللي مجموعة من الشباب هناك كانوا منخدعين بهذا المدعي فهو قام يتكلموا إياهم وقنعهم أنه هذا مو الإمام المهدي الإمام المهدي إلا أصاف خاصة الإمام المهدي خمو الإبن المباشر لأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء بواسطة الأئمة عليهم الصلاة والسلام من الإمام الحسين للإمام العسكري والإمام المهدي كذا أوصافه هذا ما يتحلى بتلك الأوصافه القرآن يقول أوصافه الروايات يقول أوصافه على كل حال فذول كادوا أن يشتركوا معه في المعركة لكن شوية شك صار شك فيهم بكلام هذا الخطيب الخطيب الله يحفظه فما يشتركوا في المعركة فلما قتل هذا الرجل المدعي تبين كذبه لأن الإمام المهدي يقول ما يقتل وإنما الإمام المهدي يظهر ويحكم ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا فالآن مساكين ذولة الشباب حسب ما ينقلون كل ليلة الجمعة يجون إلى كربلا وكل ما شافوا هذا الشيخ يقولون جزاك الله خيرا الله يرحم والديك لو شننا إحنا وياهم شننا نخسر الدنيا والآخرة فالمقصود أن الإنسان عليه أن يكون منتبها باتخاذ الأسباب الطبيعية في كل أموره حتى الرسول صلى الله عليه وآله أكو واحد أعز من الرسول على الله سبحانه وتعالى ماكو الرسول صلى الله عليه وآله يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت الرسول قاتل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ثمانين غزوة وسرية أكثر من ثمانين يعني كل سنة ثمان غزوات أو سرايا للرسول صلى الله عليه وآله وفي معركة أحد عندما المسلمون خالفوا بعض المسلمين وتركوا جبل الرمات وصار ثغر يدخل فيه الأعداء انهزم المسلمون وفروا ولولا أن الله سبحانه وتعالى من على الناس بإبقاء الرسول الرسول أيضا كان يقتل مزيلا وما محمد الله سبحانه وتعالى وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيرزي الله الشاكرين إذن الرسول هم اتخذ الوسائل الطبيعية نعم عندما تتخذ الوسائل الطبيعية الله ينصرك إن تنصر الله ينصركم تتخذ الوسائل الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى جعلها الله يهديك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أنت اتبع العالم الرباني أو أنت تصير عالم رباني ما يخالف هذا طريق الهداية الله يزيدك هداية اهدنا الصراط المستقيم كل يوم أنت تقول يعني الله يبقين على الصراط المستقيم لحد الآن إذا الإنسان على الصراط المستقيم خمو ضامن أنهم في المستقبل لا ينحرف كثير من الناس انحرفوا فنحن ندعو أن الله سبحانه وتعالى يبقينا على هذا الصراط فإذن علينا أن نكون ملتفتين حتى لا نخدع عن ديننا وإذا خدعنا عن ديننا نخسر الدنيا والآخرة أكو واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذا طلب منه أن يشترك في القتال الذي دار بين زيد بن علي عليه السلام وبين الأمويين الإمام الصادق حسب الأحاديث وحسب الصحيح مما يظهر من الأحاديث أذن لزيد في الخروج كان بإذن الإمام وصاحب الوافي في كتاب الوافي إلى باب مفصل أن زيد بن علي كان مرضيا عنه ولو وصل لوفا لأنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله أذن لزيد بالخروج بس الإمام الصادق لم يأذن لأصحابه الخاصين في الخروج مع زيد لم يأذن لهم لأنه الإمام كان عنده مهمة نشر الدين دول الأصحاب الخاصين كان يريدهم يبقون أحياء لا يموتون لا يقتلون مهمة أكبر على كل حال فطلب من أحد هؤلاء الأصحاب أن يشترك في جهاد زيد شنو قال له قال له أنا ما عندي إلا روح واحدة ما عندي روحيا حتى إذا أموت مرة ثانية أرجع حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أنا عندي روح واحدة نفس واحدة هذه النفس أنا ما أجي أعطيها في مكان لا يوجد فيه بالنسبة إلي يعني مو بالنسبة إلى الآخرين بالنسبة إلي رضا رضا الله سبحانه وتعالى أنا هذه الروح متدخرها لصاحب هذا الأمر عندما الإمام المهدي يظهر أنا هذه الروح متدخرها إلي مو لغيره حتى اليماني الذي يظهر متزامنا مع ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو راية راية حق لكن راية الإمام المهدي أهدى فلذلك يقول أنه في الحديث أنه أنت لا تروح تحت لواء اليماني ولو أنه حق ادخل روحك للإمام المهدي روح قاتل مع الإمام المهدي مو تقاتل مع غير الإمام المهدي فإذن روح واحدة عندنا إذا الإنسان مات على طريق باطل هم فيها خالدون في نار جهنم فلازم لا يخدع عن دينه لا يتقشمار لا ينخدع السبب الطبيعي اللي الله جعله يتخذه والسبب الغيبي ندعو الله سبحانه وتعالى يرتب إلنا بزيادة الهداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وإن شاء الله تزورون وترجعون سالمين إلى سالمين ولا تنسون من صالح الدعاء عند الأئمة إن شاء الله هذا وآخر دعوانا عنكم بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركاتي أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر